السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في القناة ديالي مريم فلوكس إلا كنتو أول مرة تشاهدوا القناة ديالي اشتركوا وفعلوا زر الجرس بجدي مبسلكم أي جديد والياما ان شاء الله غدي نحضر معكم هاد تشكيلة ديال سابلي بخيستيج كي يجي رائع واحد العجين مميز كنتمنى معنكم تجربوه وساهل ومع أسرار دياله باش يجي ناجح إن شاء الله من أول جريبة بالنسبة المقوينة ديال العجين السابلي سوف نحتاج ١٠٠ قرام من تقيق الأبيض الفورس وزوج كيسان كبار مع مرش ديال سكر غلاسي نوعية ممتازة و ٢٥٠ قرام من زبدة نوعية ممتازة زبدة ديال العبار جودة وعندي زوج ديال البيضات ومعلقة كبيرة من لوز بودرة مطحون يمكن تستغنوا عليه وعندي هنا معلقة كبيرة من ناشا وعندي إنكها ديال ناطا وقبصة ديال الملح أنا خلطتها مع دقيق عفوان مع لوز بودرة المهم سوف نخلط العجين كما تشوفوا سوف نخلط الزبدة والسكر غلاسي نساجموا مع بعضيتهم مزيان حتى كنحصلوا على بوماد بالنسبة للزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة ما تكونش نجبدوها من تلاجو ونخدمو بها الزبدة من الأحسن تكون نوعية ممتازة ديال العبار جودة كيف تكرت من قبل ما تكونش هذيك مارغارين هكا باش يجينا السابلي زوين وما ضاقو زوين بزع إن شاء الله غيتبقوا هذ المراحل والخطوات غادي يجيكم عجين السابلي ناجح من أول جريبة سوف نستمر نخلط الزبدة والسكر غلاسي من الأحسن السكر غلاسي حتى هو لأنك يعطي نعومة للسابلي العجين ما يبقاش خاشين سوف نضيف الزبدة والسكر غلاسي ونضيف زوج ديال البيضات ونخلط ونضيف هذيال الناطا كذلك تقريبا واحد راس معلقة تقريبا واحدا ازوينة للسابلي موجودة توفرها في المحلات كيبيعو لوازي من الحلوة يعني نما كانتش ماشي دارو يمكن تستعملو فلانديا الكاراميل حتى هوك يعطي واحد لدة زوينة سوف نستمر ونضيف من البعد لوز بودرة مع قبصة ديال الملح ونشاو الدقيق بالتدريج انا هنا الدقيق يقد لكم 600 جرام ونضيف نوعية ديال البيض قداش يعني الاحساب انا في الولدرت 500 جرام وما كفاتنيش يعني نصف كيلو وبقيت كنضيف شوية بشوية حتى وصلت إلى 600 جرام يعني كتبقى تضيفه بتدريج حتى كتحصلوا على عجين رطب وما كيتلصقش في الليدين يعني ضروري انه الدقيق يكون مغربل عفوا ما اذكرتاش الدقيق يكون منخول مزيان مغربل ونضيفه بتدريج حتى كنحصلوا على عجين مجانس ورطب وما كيتلصقش يعني ما يكونش قاسح نتابوه لهذا لهذا الشيء البنات العجين خاص يكون رطب منتما قد تشوفوا المراحل كيفاش غادي نخدمه السابل ان شاء الله خليوكم على فيديو هنا كيفما كتشوفونا بقيت نضيف الدقيق يعني هنا غادي نضيف حتى كنحصل على العجين يكون مجموع وما كيتلصقش يعني كيفما تشتوه نضلت الدقيق كامل اللي كان عندي كيفما تشتوه ما كيتلصقش يعني رطب هنا ان شاء الله غادي نضيره في طلاجة باش غادي يقصاح هذا غادي نشكله كيفما كتشوفو العجين ديالي هو هذا أنا غادي نقسمو على ثلاثة يمكن تقسمو على زوج بالنسبة لهذا الطرف اللي قسمت غادي نضيرو بالكاكاو شوكلاة الأسود كيفما كتشوفو خلط معي تقرموا واحد معلقة كبيرة او هاد ساشي ديال الكاكاو بودر صافي وغادي نضيعوه وغادي نضيرو في طلاجة تقريبا واحد نصب ساعة او ربع ساعة في طلاجة او المجمد المجمد تقريبا حتى عشرة دقائق او سبعة باش هكي يجينا سهل باش باش نبغو نتلقوه وهنا يمن بعد ما دازت تقريبا واحد ربع ساعة او تول ساعة مهم انه يبرد كما كتشوفو العجين يبقى قاصح لها الطريقة وغادي ناخد ورق الفرن كما كتشوفو غادي نحط واحد تحت ونحط العجين الوسط ونحط فوق منه ضروري هاد المرحلة او تستعملو بلاستيك على حساب المتوفر ضروري انه نطلقوه وما غاديش نقطعو ديك ساعة انتو ما كتشوفو معايا غادي نحط ندخلو المجمد يعني هاكا وهو مدلوك وهالطريق غادي ندخلو المجمد كيف ماشتهو هنا بعد ما طلقتو كامل يعني السمك ديالو ما كيكونش رقيق بزاف وماش يغلي تقاربا واحد نصف سنتيم يعني السابلي كيف ما كتعرفو رخصو يكون رقيق باش هاكا يعطينا منظر زوين كيف ماشتو هنا مادرت فيه لاخميرا باش هاكا يبقى الشكل ديالو مزيان ثابي غادي ندخلو للتلاجة اذا غادي نقطعو وهنايا من بعد ما خرجو من التلاجة كيف ما كتشوفو يعني را كتشوفو العجين يعني تقربا شوية قاصح مش بزاف باش هاكا انشاء الله ملين نقطعو يعطينا شكل مزيان بالنسبة الاشكال يمكن نديرو اي شكل بغيتو انا غادي ندير هادي الاشكال هادو موربع ودائري ودك الاوفال غادي نقطع الاشكال ديالي لحسب اللي بغيت سافيو غادي نحطهم في صينية ديال الفرن بالنسبة الى كالجو سخون راه داروري انكم تقطعو العجين وتعودو او تاني ديرو في التلاجة باش هكا يبقى شاد راسوم ليدخل فرن ما يخسرش لنا الشكل ديالو يبقى الشكل ديالو مزيان داروري هادو الخطوه هادي الى كالجو سخون اما الى كنتوا سراع والجو ماشي سخون كيف ما انا دابا يعني ديركت غادي نطيبو وصخنة الفرن من قبل عدارة حرارة مية وستين يعني كيكون مسخنش بزاف يعني مكان ندخلهم مية طيبو كي تحتك تحمرهم من فوق ومن تحت صعب يمكن نخرجهم يعني كي ياخدو غير اللون دهبي خفيف وهكا الصعب لي كيكون واجد بان احنا نعمروه او نلسقوه يعني كي ما بغيتو الاشكال انتم مع الحساب اللي متوفر عندكم والرغبة ديالكم صعب يغا نستمر بها الطريقة كما كتشوفو حتى نكمل الاشكال كاملة كما كتشوفو راها رقيقي يعني الصعب لي راها في شكل ديالو كي يجي رقيق وزوين يعني من احسن ان يكون هاكا رقيق مش يكون غليد حتى الى بغين نلسقوه وحده فوق وحده هكا كي يجينا مزيان بالنسبة للعاجي اللي بقى غادي نجمعوه هكا ونطلقوه ايلا حسيت بهت سخن في ايدي او مطلوق غادي نعود ندخل للاجون ومدلكوه مهم متو ما إلا كنتو ضغيه ضغيه كتخدموه ومعاكم لي عنكم صعب غادي نطلقوه بكل سهولة ونعود نفس المرحلة بالنسبة للشكل الثاني غادي نستعمل هاد الأوفال هادا اللي فيها زوجي الاشكال يعني غادي نلسقوا واحد مع واحد باش هكا يعطينا شكل زوين هاد الشكل كي عجبني انا في صابلي وساهل يعني يمكن لكم ديروا انتم فقط هاد الشكل يعني ماشي بالضرورة الواحد يدير بزاف الاشكال اللي متوفر عندو جوج الاشكال ولا شكل واحد مباراكة هادا خاص يكون كذلك رقيق كيف ما كتشوفو راه ضروري وبالنسبة اللي حسيتو بالعاجين ما بغاشي يتحيد عفو من العاجين كتحضو تدخلوا لتلاجعد كتحيدو يعني بش هكي بقى قابط راسو وبالنسبة لكذلك الشكل اللي ها نشارك معكم بشكل رابع هذا اللي بشوكولات نقطعو دائري حدثة وغد لسق وحدة فق وحدة والشكل الاخر جهة الاخره غادي نتقبعها حتى هي قطاع الصغيرة هادي اللي كتشوفو او يمكن هاداك القطاع العادي اللي كيكون فيه جهة وجهة متقوبة هالحساب انتوما اللي بغيتوا انا تقاسمت معكم هاد الاشكال وكنتمنى انهم يعجبوكم وهناي الاشكال من بعد ما طابو كيفما كتشوفو يعني كيفما كتليكم كياخدوا اللون ذهبي والفورم تقابله ما يكونش سخون بزاف تقريبا مية وستين درجة وهكا الى بنت لكم شوحدة ما تحمراتش من الفوق كتتقلبوها وهكا كتتتحمر يعني غير بالسياسة كيفما كتشوفوش شكل ديالهم بقام قاد يعني ما تدي فورماش يعني ما خسرش شكل دياله يعني ان شاء الله تجربوا هاد الخطوات اللي شاركت معاكم وينجح معاكم الصابلي من اول جريبة يعني الواحد ما يتقلقش لما ينجحش معه الصابلي يعني احنا ماشي حريفية في الحلواء او هذا يعني غير متعلمين يعني ماشي كنخدموها او شي حاجة دائما يعني مره مره في المناسبات هكا كنخدموه الحلواء في الدار عادي وبالنسبة للتزيين انا بالنسبة للتزيين خليتو حتى اليوم الاخر غادي نشارك معاكم كذلك انا سنستعمل هاد الاشكال هادو ديال الشوكولات المربع و هاد دائري كي يجي شكلو زوين انا غادي نخدم بالشوكولات الابيض كيفما كتشوفوه يدوب توب حمام مريم ثم غادي نعمر هادو كل القيطاع ديال ديال الشوكولاته لها الطريقة ديال طريقة سهلة و واضحة كندير واحد المعلقة تقريبا او نسمي العاقة على حساب ويمكن مشتوفو الول كانت ادي سخية في الشوكولاته معلش هكا كاملين يعني كتكون ادينا سخية في الول ومع الوقت الوقت كان وليو كانت تحكموه في القياس ثم غادي ندخلهم تلاجة ثم غادي نحضر بعض دقايق او ثلاثة يعني او المجمد يعني جوش دقايق ضغية كي جمدو وكن نحيدوهم من من الاشكال ديالهم هكا كيفما كتشوفو من بعد ما خرجهم من تلاجة جمدو وهناي عندي القليكوز والعسل قدرت معاهم تقريبا شوية ديال النكهة ديال كاراميل يعني اي حاجة بغيتوا سواء غير القليكوز والعسل كافي او ناباج انتو ما لحسب اللي نتوفر عندكم انا ما كنش عندي ناباج تعملت غير القليكوز والعسل وهكا كيلسق مزيان يعني ما كنش حتى اشكال كسافي كان نقلب الصابلة على الجهة الاخرى يعني من التحت باش عطينا شكل زويل الصابلة كسافي وكن ندير القليكوز بهالطريقة وكنحط القيطعة ديال الشوكولات كسافي وكنزوق بهادو كل حبيبات ديال الشوكولات اللي وريدكم شوكولات مبشور كين في الالوان كاعدة شكل زويل وهكا غنكمل القيطعة كاملة اللي عندي وبالنسبة للشكل ثاني هذك المربع كيف ما كتشوفوا حتو غادي قدير للشوكولات الابيض ممكن استعملوا شوكولات الاسود حتو كيجيزوين انا كيجي من الشوكولات الابيض يعني واللي مفضلة عندنا صافي كان ذهن كذلك وكنحط القيطعة الشوكولات وعندي هنا الفواكه للمأسلة كيف ما كتشوفوا هذي يعني متوفرة يعني كل شي كيعرفها صافي كنحط منها شوية في الالوان هكا الحمر والأصفر والأخضر صافي وكالشكل كيكون واجد هذي الشكل زوين هذي الاشكال هذو اللي اللي يوريتكم كيعجبوني انا شخصيا يعني حتى بنسبة لما صوب الشي الحلوة وكان بغين كومونديها كان كوموندي هذي الاشكال هذو بالشوكولات الابيض كيعجبني بثاف لان في واحد نكهة نكهة زوينة هو اللي كيعجب الجاميع انا كنفضل شوكولات الابيض على الاسود ميم كون له الضوء دياله انا شخصيا تقاسمت معاكم هذي شي اللي كيعجبني صافي كيف ماشتو هذو الشكل انا كنت قطع دية صوير عفوا صافي غن نكمل بها الطريقة نكمل القيطع كاملين وبالنسبة للشكل ثاني الأوفال حتى هو اللي كنت وريتكم من قبل سوف نلصق واحدة بفق واحدة وعندي تمال لوز كونكاسي اللي غادي نوري لكم محمرته يعني لها الطريقة وعندي هنا الغليكوز كذلك والعسل ثم غادي نديره من الفوق كيف ماشتو يمكن نديره النصف ديال الصابلي او دير الصابلي كامل لحسب من اللي بغيتو الشكل اللي بغيتو سوف نستمر بها الطريقة وبالنسبة للقطع الأخرى اللي غادي نلصق فيها هادي ندير عندي هنا الغليكوز مع شوية شوكولات الأبيض والنكهة ديال الفريز أو الفرامبواز اللي متوفر مياما كي يجب من ذلك اللو الأحمر غادي ندير منه هكى الواسط ونضع هذه القطعة باش هكي يعطيني ذلك تكتو قبل كين في الواسط يبان كيف ماشو الشكل دياله زوين آنيق انا كي يجبني هات الشكل هاده ويمكن نديره الوجه كامل باللوز انتو ماليكم الاختيار وغادي ندير معكم واحدة اخرى كيف ما كتشوفو حتى نكمل باقي القطع كاملين وكذلك وكذلك الشكل اللي بشوكولات تهوى كذلك غادي ندير واحدة فوق واحدة وغادي نزينهم باللوز تهوى تقربا عندي نبس الخليط ديال والغليكوز والعسل سوف نستمر بهذه الطريقة وحتى ندير اللوز كاملين انا بغيت نشارك معكم كل شي اسمحوا لي الفيديو وغادي يجي طويل شوية ولكن بغيت نشارك معكم جميع الخطوات باش هكا الفيديو يجي واضح وكنتمنى بان فعلا اعجبكم هاد البلاطو اللي وريدكم اليوم وبالنسبة بارك يخرج كمية كبيرة يعني تقربا عن خرج لي زوج ديال بلاطوات ونص يعني كمية لا بأسة بها يعني ماشي كمية قليلة وفي الواسط هكا قدرت شوكلاة الابيض يعني كي عطي من درزويني كنت تخليو هكاك او تدير شوكلاة الابيض انا عجبني هكا بها الشكل وقدرتوه وهذا هو الشكل نهائي كيف ما كنتشوفو ديال بلاطو ديال الصعب اللي بخيستيش كنتمنى ما انه يكون عجبكم وتتبعوا الخطوات ان شاء الله ويجي نحجح معكم من اول جريبة كما كنتشوفو ساهل يعني الواحد ديوجد العجين ديال الصعب اللي يقبل بنهار ويزينو النهار الاخر يعني هكا كي جي ساهلها الشي اللي كندير انا ما كنخدمش كل شي في نهار واحد يعني الواحد بشوية بشوية هكا ويتعلم وكيوجد يعني حلوة اللي كتحمر الوجه كيف ما كنت لكم احنا ماشي انا ماشي متعلمة او كان خدم الحلوة فقط غيكة تعجبني وكان صوبها المال انطار هكا كما كنتشوفوها هكا كان وصلتني هاي ديال لافيديو كانتمنى تكون عجبتكم الوصفة ديالليوم وتخليوا لي تعاليق تحت لافيديو وتقولوا لي كيف جدتكم الحلوة ديالليوم وفيديو لاحق ان شاء الله وشكرا على المشاهدة